أسناء الوفاة عايز برضو أتكلم حضراتكو في حاجة تانية أسناء الوفاة لما كابتن أدم السلح دار توفى الله وقفت قدام حاجات أو دار في ذهني بعض الحاجات النهاردة كابتن أدهم ترك أسرة ترك زوجته ترك عنده بنتين وولد ربنا يخليهم يا رب الفترة اللي جاي هيحصل معهم ايه أكيد بيكون فيه دعم زيما كابتن محمد إسماعيل قال هيكون فيه تحرك من نادي إنبي النادي الأهلي كمان فيه تحرك من بعض اللاعبين هيكون فيه تحرك دي كلها تحركات فردية لكن النهاردة وإحنا بكلم النهاردة على الهوى وإحنا في قناة الأهلي بندعم هذا الموضوع ليه التحرك يكون فردي ليه النهاردة ما يبقاش فيه تحرك حاجة سابتة عندنا في الكرة المصرية حاجة سابتة في القانون تكفل لأي مدرب سواء في القسم الأول أو القسم الثاني أو القسم الثالث مش مدربين بس مدربين ولاعبين لقدر الله في هذه الحالات او في حالات المرض يكون دايما فيه سندوق دعم الرياضيين برعاية الرياضيين سندوق دعم رعاية الرياضيين عايزين نتبنى الفكرة دي دي فكرة مهمة جدا يعني انا اقول لحضراتكم بعد قليل ايه الاسباب او طرق تمويل المشروع ده ونتبنىها على الهوى ونعرضها على وزارة الشباب والرياضة الناس صراحة ما بتتأخرش خالص دكتور اشرف صبح وكل القائمين في الشباب والرياضة الناس ما بتتأخرش شفنا زوجة علاء علي قبل كده الوزارة عملت معها ايه